السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى انكم تكونوا بخير مرحبا بكم في نوفي الفيديو كما تشوفوا من العنوان اليوم سوف ندركوا كيز كي يجي خاطير البنات كتشربوا معها قهيوة كتهرسوا به ذاك الجوع اللي كتكونوا تبغيوا تاكلوا شي حاجة وما كتعرفوا ما تاكلوا فقد نوجدوه اليوم فإذا كنتوا اول مرة البنات كتشوفوا لاشين فما تنسوش اه تابنوا فيها وديروا لي ايدي يجي طريقة تحضير البنات هي هذه كتجي سهلة هذي نحتاج 180 جرام ديال الزبدة اللي غا تكون يعني بحرارة المطبخة البنات باش تجيكم سهلة هذي نحتاجوا جوج بيضات يكونوا متوسطين ما يكونوا شكبار اه يعني بينوا بين هذي نحتاجوا تقريبا ربعات المعالق ديال الكوك اه باش نعطينا واحد لمعادة قزوين واحد لنكهة زوينة مليحة غا تحتاجوا 150 جرام ديال السكر سانيدة اه لبنات هذي انا را عبرته ادركوا في الميزان هنا عندي فاني وعندي اه خميرة ديال 8 جرام عندي هنا لي بي بي دو شوكولا انا عندي هنا اه مية جرام البنات كانت تكون مقادر اكزاكت حيث انا عبرتهم يعني باش تجينين مقادر هم هذي غا تحتاجوا اه الكريمة للدهن الى كانت مزيعنا الا ما كانتش نعودوها بالكاكاو هنا غا تحتاجوا ربعه ديال الكووس ديال ديال الدقيق اللي غا تكونوا غرب لنا فعلى بركة الله غا تنجيبوا اه القسعة ديالنا فاش غا تنخلطوا تقدروا تخلطوا في اي حاجة كاينة عندكم غير انا كان فضل انني ندير في القسعة لانها هكا تكون محلولة هكا وكا تجيني سهلا انا بدأوا اول حاجة بالزبدة ديالنا لك الشي عليش غا نقول لكم غا تشوفو هنا علش غا تكون بحرارة المطبخ حيث البنات باش ما تعد بناش اه ما تنسوش البنات تابونو في عندي في انستغرام راح تهو كنحط فيه اه الجديد فغا تنزيدو سانيدا وغا تنزيدو اه 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 اعوذو بالله من الشيط الرجيم الفاني وغا تنزيدو ذيك القبيصة ديال الملحم وغا تبدو تنحركو تنحركو بدينا بحال هكا حتى تدمج لنا سانيدا مع اه مع السبتة علش قلت لكم البنات خصها تكون حرارة المطبخ لان في هذا اللقطة في اللقطة هذي غا تجيكم صعيبة باش انكم باش يجيكم سهل كما كتشوفوا انا هنا زربت شوية الفيديو هنا كي يبغي شوية ديال الخدمة ومن الاحسن يكون شي واحد اللي كي يعاونكم مني غا تتبقى و تزيدو اه في المكونات فاكما كتشوفو هناك مقا نخلط 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 مزيان الى كانت هنا يا زبدة يعني مدايق ما شوف حرارة المطبخ نقدرون ندوبوها غير بالحرارة ديالي ديالي دينا فرغة ديالي ديالي صعيبة باش اننا ندمجوها هنا يا عاوني راجلي لانه صعيب باش انك تخدمي سوف نستخدم الدنيا زدت مالقة ديال الكريمة ديال الدهن هنا على حسب انا درت غير مالقة تقدرون انتم تديرو اكتر على حساب اللون انا بلي هذك اللون مزيان وكما قلت لكم تقدروا تعودوها بالكاكاو الى ما كانش عندكم كريمة للدهن سوف نزيدو البيت ديالنا وحتى هو بشوية بشوية حتى ندمجوه حتى ندمجوه مزيان يجي لبنات زوين انا زع ما صراحة حفوق مسالك نعود نديرو لانني كان اه 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 اجبني مع القهوة اشتركوا مع القهوة بزاف ولكن انتم لمشون الفيديو اللي من قبل راني اعطيتو كيف شك التنضيم اه 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 الى الحاجات عندي فى المطبخ والحاجات اللي شريت باش انا ننضمها فارغ منهم منية القهوة اه ادى القهوة واتاء ديالن خليلا لك لكن لك فو اه اي لديه فوق وو اولا نخليلكم فلعب الى خوال بقضة نضيف المصدرات كما قلت لكم نرجع لفيديو تحركوا تحركوا بشكل جيد حتى تضيفوا البطء بحلقة سوف نضيف الكوك خدمت معي حتى رجلي حيث هو عزيز عليك شجاكي نضيف المصدرات كبيرة حتى تضيف المصدرات كبيرة نضيف المصدرات كبيرة نضيف الشوكولا إذا لم يكن في المصدرات كبيرة فلوضعوا بشكل جيد وذلك بالضيف المصدرات كبيرة واحد المصدرات كبيرة نضيف الخميرة نضيف الفران نضيف الفران نضيف الفران مضيف فران نضيف الفران نضيف الفران نستعمل الضيج يجب أن يجمع لها على حسب البلد يجب أن يشرب أنا استعملت هذا وكما ترونها هي الغزولة فأنا نجمع بحال هكذا جديد في الفيديو سوف نستعمل واحد الطريقة لا نكوره كما نكوره العجين على هذا الشكل نقسمها على ثلاثة تقريبا هنا نفضل أنكم تعبروها لا أعبرت هنا فأنا نفضل أنكم تعبروها لكي تكون الميزان لها بحل بحل كما ترون ذاك الوسطانية كما قلت لكم كل شيء عبرتهم يعني شريوا ميزان رخيصين ويحلوا لكم هذا المشكل يعني 60 درهم 70 درهم تقدري تجيب بها ميزان خديته أنا إليك تخيك يعني زوين 70 درهم والحد الآن سأخدم ليه مزيان فأنا نجيبوها لبنات سلوفا وكندروه بهذه الطريقة فأنا نروله وكندروه كنت تجيبوها بحال هكا ما كنت ترون؟ أنا خليط لها فيديو على الصورة عادية لها كيف يبليكم كيف هاش فأنا نروله بحال هكا كنروله وكندروه كنروله وكندروه بحال هكا تكون بنفس العبار يعني نفس العلو ونفس العبار يعني كم قوكا نروله بحال هكا حتى يبلينا بأن نحن راقديناها ورديرنا واحدة لشكل عصية تكون متساوية هادي الشيء سوف ندروه لهاد العجينة اللوله والعجينة الثانية كما تشوفوا هي اللوله حطيتها يعني حاولت أنني انقذها قدر المستطع فالبنات أنا هالطريقة كنديرها غير حيث كان قطع ما كيكون فيها ليبقي كور وحط فكنديرها بحال هكا والشكل ديان هم كي يجيزوين أول مرة كنت استعملتها قلت غادي تجيي طريقة يعني ما غديش يجيزوين ماي كتجي نتيجة عادية بحال الول بحال الطريقة الأولى بحال الطريقة الثانية سوف ندروه سوف ندروه ونقذ بحال هكا ونزيد حتى العجينة الثالثة يعني حتى نسالي إلا كنتم ما بغيتوا تديروه بزافره هذا يخرج بزافره فالبنات سوف نوريكم في الفان ديالا فيديو ما سوف نخرج ليه غير هو أنا كنساليه ضغياء في الدار ضغياء كي تسالي صورت لكم في الفيديو كما كنتشوفوا رائع فاش صورت لكم الفيديو اللي أنا حطيت والبارح والبارح فراكتشوفوا القرعة ديالا راني مليت حطاقه في القرعة صغيرة ضغياءة سالة فالطريقة البنات كانت تمنى أنها تكون واضحة لكم كم قوكين نروليو بحال هكا وكننضعها واحد حدا واحد هنا البنات سوف ندخلوا بلاتو اللي سوف ندخلوا الكونجيلاتور ونضعه بحال هكا وعليش كندروا داكسولوفان باش ما يلصقش لنا يعني مني نبغو نحيده يجينا سهل كندخلوها لبنات للتلاجة على الأقل ساعة مني غادي نجبدوها لبنات كيكون على هاد الشكل غادي تجبدو وحده بوحده يعني ما تجبدوش كل شي حيث ضغيه غادي يدو بليكم كنجبدوه الأول كنحله وكنجيبو موس جينا يعني بغيتو موس عادي ولا منشار انا كنفضل انها تكون تقطيعها تكون النغمة العادية وكنبداو وكنبداو نقطعوها على الشكل اللي بغينا يعني بغيتو تديرو غلاد ولا تديروها رقيق تكشي كيرجع لكل واحد ولكن ما تنسوش بانه غادي تنفخ لانه رفيها الخميرة فانا درتوهم تقريبا متوسطين متوسطين في الحجم وكنديلهم بحالة هكا نقطعوهم يعني انا كما قلت لكم جبت وحدة يعني وحدة لي جبت ما جبتش بزاف ما جبتهمش كاملين كان جيبو اللاتا دينا درت فيها البابيك ويسا باش ما يلسقوش لي وكنبقى كان الى ما عجبتكم شا البنات يعني بحالة كابنت لكم ما مقدش فتقدروا تديرو لها كما يدرت لها انا يعني تقدوها هكا بيتيكو كالي كيكونوا مقددين كان اللي كي يتهرسوا شوية من التحت دكش يماشي مشكلة البنات فما ما كيبانش من مورا طياب فاشحطوهم في اللاطا عطوهم شوية جيل تساع باش كل واحدة اه طيب على خاطرها فكما قلت لكم البنات من قبل كان دخلهم الفران انا عندي فران ديال ما عنديش ديال لغاز فكنش عليهم الفوق والتحت كان كده لديك الفوق والتحت يعني ما تخليوش حتي يطبل تحت عاد اه ديرو الفوق لقد كانت فران ديال لغاز ما شهي مشكلة خليوها واحدة شوية وعودوها بطول لتحت باشي طيب انا اول مرة فاش كنت تدرتهم كنت شعلت ليهم غير لتحت وتحرقوا لي ملوغ زمان تحرقوا لي من التحت والفوق يالله بدو كيتحمروا فالبنات كي يجيو زوينين كي يجيو رائعين ديروهم على اه اه انا نغمال ما كان دير مية وثمانين نغمال ما كان دير مية وثمانين انا طرحها في الفران ديالي كان دير مية وستين مية ومية ومسا وستين حيث كيتحرق كي يحرق ليها ضغية ضغية وكنشعل الفرفارة وكي ما كتشوفوا كنستفهم بحال هكا حتى كنتأكد انا ان كل شي مقاد وشكل اللي انا بغيت وكنحطهم في الفران ديالي شكل ديال هما البنات كي يجيب حال هكا وخيب عليكم عشوائي فرق كي يجيو زوينين وما كي بنشهدك ديالي فرانس بين وبين كنشدو الطرف الثاني هكذا وكنبقوك نقطعوك نقطعوك نقطعوه انا جبت هنا واحد مولي عندي هو ضاير ديال الفرانيج باش نطيب او ميمطن باش ما نتعطلش فايلة ما كانتش عندكم فاش طيبو فخليو حتطي بالولا عجب دو الثاني وبدو تتقطعوه حيث البنات كي مكا انا اللي خدمت بي بيدية فرق يبدأ كي يطلق يعني هديك الزبدة وهذا كيطلق لك الضغية في الدك لان الدك كيكونوا كيكونوا سخونين وهو كيكون بارد فكنتمنى ان الطريقة تكون واضحة كتبالي انها واضحة الى كان عندكم شي تساؤول البنات خليوهلي اياه بارد فلاء بغضان فو بالنسبة للزبدة انا كنتستعمل لده هي اللي كانستعمل صراحة كتعجبني كتعجبني ها هو بواطات متوسطين و نضع بواطات التي هي نضعها قريبة لله ووالخورة كنضعها في بلاصة هي مخبية شوية كما تشوف البنات هوا نقطعوه كي يجزوين كي يجراء حتى الماداك يجبنين اجتوك لبيبيت دو شوكولاة بدو كي يدوب وليافيطية انا انا رجبت لكم باقي سخون حيث صورت لكم الفيديو بالليل فالبنات انا هادية فش كنحتافظ بهم يعني شي حاجة تكون كتتسدم زيانة البنات باش تحافظوا عليها كما كتشوفوها هي النتيجة كيجيوا رائعين وزمينين كنتمنى انكم تجربوها ما تنسوش تابنوا فلاشين